فيه كمان يعني أمثلة كتيرة يمكن مش هنلحق لكن محدش يقدر يعني ياخد باله إلا لما نسأل حد تاني فمثلا أنا أفكر المرشد روحي ليا قبل جوازي قال لي شايف اللمبة اللي نازلة من السقف أميل دي محتاجة سلكتين عشان تولع باللغة المصرية بتاعتنا طيب يا أبونا في إيه قال لي أي خناءة يأميل تولع يبقى يلزمها اتنين أغبياء فأنا فهمت بقى أول ما تولع الخناءة أعرف نفسي بس دايما كل واحد بيشاور على التاني محدش بياخد باله إنتي السبب وقعدين هي تقول لأ إنتي السبب إن لو قاتي النسبة يعني لو هو تسعين وأنا عشرة بنصل عشرة ويبقى التسعين بتاعته هي السبب وكل واحد ليه جزء في قول أبائي جميل جيد للمرء يأتي بالملامة على نفسه شوف الجزء بتاعه مين بيروح مشهورة ويقول الحقيقة أنا السبب فمين هينبهنا لازم أسأل حد شايف الصورة من برة وأنا بستغرب في ناس توصل للانفصال وتوصل للطلاق بس مش عايز يسأل يا للغراب موسيقى موسيقى